إلى تونس الآن حيث خرجت احتجاجات في عدد من المحافظات قادها عشرات العاطلين رفضاً لتوجه السلطات لتحضير التشريعات المنظمة للعمل بالبلاد احتجاجات استبقها الرئيس قيس حيات بتوجيه رسائل تطمين مفادها اطلاق حملة لتطهير مؤسسة الدولة ممن اسمهم بالمزورين والفسيدين وبائع الأوهام تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية في تونس وتتوالى معها تصريحات الرئيس قيس سعيد لتهدئة الجبهة الاجتماعية احدثها اعلانه عن الشروع في تطهير مؤسسات الدولة ممن اسماهم العابثون بمقدراتها نحن سنعمل ان شاء الله على تطهير البلاد لأن الشعب يريد تطهير البلاد وتوليتم احارة عدد من هذه الملفات الى القضى وانع القضى ان يكون في الموعد مع التاريخ لتطهير البلاد لأنه لا يمكن ان نطهر بلادنا الا بعد تطهير كل مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين ارادوا ان يسقطوا الدولة وتركوا الشباب في البؤس والحرمان ويبيعون لهم الاوهام الكاذبة الاوهام التي تجعلهم يعتقدون ان هذه النصوص ستطبق في حين ان الذي وضعها وصادق عليها ثم انشد النشيد الرسمي يعرف انه لن يطبق ابدا الخرجة الاعلامية الاخيرة لقيس سعيد لم تخلو من توجيه اتهامات مبطنة للحكومة السابقة بارتكاب فساد اداري وممارسة المحسوبية في التشغيل على نطاق واسع ما دفع بالالاف الى الانتفاع بوظائف في مؤسسات الدولة بشهادات مزورة تحدثت معهم بكل صراحة عن هذه الاوضاع وكنت حاضرا معي في هذا النقاش وتحدثنا كيف تم انتداب العشرات بل الالاف وبشهادة مزورة وحتى ايضا الختم الذي وضع على بعض الشهاد ختم غير صحيح وتم انتداب عدد من الاشخاص بناء على شهادات مزورة وعددون هم الذين انتفعوا بهذه الشهادات بناء على ولائهم وبناء على تواطئ الجهات التي مكنتهم من هذه الشهائد احتقان اجتماعي متعدد الجبهات فضل قصر قرطاج بمواجهته اشهار سيف الحجاج ضد الفاسدين مصحوبا برسائل تطمين بالتوجه نحو تطهير مؤسسات الدولة من المزورين وبائعي الاوهام اشتركوا في القناة